صناعة الفيديوهات كانت واحدة من العمليات المعقدة اللي ممكن تاخد وقت ومجهود كبير جدا من اي حد بيفكر يعمل او يمنتج فيديو واللي كانت بتحتاج تحضيرات كتير زي مسلا موضوع الفيديو وشوية ميديا عن الفيديو يعني تكون شوية زي سور وفيديوهات قصيرة والسكريبت بتاع الفيديو وكمان فكرة منتاج الفيديو هتقدر تمنتج الفيديو ده باني شكل بحيس يبقى جزاب ويقدر يشد المشاهد بالاضافة كمان يبقى عندك مجموعة من البرامج القوية اللي تقدر تساعدك في عملية المنتاج بشكل سلس ولكن بعد ظهور وتطور تقنية الزكاة الاسناين موضوع ده تغير بشكل كلي في برامج ظهر الجديدة تقدر تعملك فيديوهات بمجرد اللي انت هتديها النص بتاع المحتوى اللي انت عايز تعمله او تديها الفكرة بس بتاع الفيديو اللي انت عايز تعمله والادوات دي هي بقى بتقدر تجيب بالصور والاسوات وتحط لك من اي تو زي وتعملك فيديو بطريقة احترافية وكنا اتكلمنا في حلقات كتيرة فاتت عن تطور صناعة الفيديوهات بالزكاة الصناعية اللي هتلوقع في اللينك اللي فوق حاجة طبعا فوق الخيال والجديد اللي الموضوع ده بقى منتشر وموجود في ادوات كتير جدا منهم اداة اللي هنتكلم عنها النهاردة اللي بتدري تستعمل بزكاة الصناعية في عام الفيديوهات بمجرد اللي انت بتديها السكريبت او النص والادوات دي ممكن تبقى وفيدة في مجالات كتير جدا زي مجال التعليم مجال الدعاية والاعلان ومجال صناعة الافلام طبعا. تعالوا مع بعض نستكش في الاداة الزريفة دي ونشوف ممكن نستفيد منها ازاي لانها كمان بتشتغل بشكل مجاني. بتقدر تدخل على خدمة او سوفت وير كاب كات بيكون لسهولة من خلال براوزر بتاعك من خلال كاب كات دوت كوم. وكاب كات فيه فيرجانين منه فيرجان بينزل على فسواء انت ماك او ويندوز بتقدر تعمله ده واللود وبتسطى بالسوفت وير على الكمبيتر بتاعك وبتقدر تستخدمه بشكل اوفلاين. ولو انت حبيب تعدل الحاجة اونلاين ومش عايز تستعمل ممكن تستخدم الاصدار الاونلاين اللي بتقدر منه تعدل برضو الفيديوهات وتعمل المونتاج بتاعك بشكل اونلاين من خلال براوزر. وبالنسبة للموبايلات بيجي برضو باصدار للموبايل موجود على الجوجل بلاي. اه ستور والاب ستور بتدري تنزلهم لو انت بساعد موبايل اندرويد او معاك سمارت فون مختلف زي ايفون اه او اي باد تدري تنزل السوفت وير اه كابليكيشن على الموبايل بتاعك او عالتابلت وبرضو بيبقى فيه كل الخصائص او المزايا اللي موجودة في اللي انت بتقدر تعمل منها منتاج اه للفيديوهات بكل سلاسة. ادات كاب كات من ادوات اللي انتشرت الفترة اللي فاتت بشكل مسير جدا وخالي التريند عالي جدا لقوتها المزهلة في عام الفيديو منتاج باستخدام تقنية الزكاء الصناعي. مش بس الفيديو منتاج دي كمان بتيجي بمجموعة او كنبيلة من الادوات المدمجة اللي بتتنم تقنية الزكاء الصناعي لمعالجة الاصوات ومعالجة السور وكمان عمل التصاميم او باستخدام تقنية الزكاء الصناعي. ولكن ده مش موضوع حالياتنا النهارده لان لو قادر نتكلم على كل التقنيات او كل المزايا اللي موجودة في هناخد وقت كبير. هنركز اكتر في الفيديو ده على تقنية تحويل او النص. آآ لفيديو زي ما احنا تكلمنا. هنشوف ازاي نقدر نستخدم الميزة دي اللي موجودة في وبشكل بشكل مجاني لعمل فيديوهات من خلال النص. طيب لو انا عايز بقى بتريد استخدم تقنية وفيديو اللي موجودة في هروح على سواء او من الويب او من وبعمل تسجيل الدخول او ساين ان. وهنا الاداة بتتحلك اللي انت تعمل تسجيل الدخول باستخدام كزا طريقة باستخدام مسلا حساب جوجل بتاعك تيك توك فيسبوك ولو انت عايز تدخل بالموبايل او بالايميل ده ينفع كمان. فانا هدخل هنا بالحساب بتاع جوجل بدون استخدام اي بقى زيادة. ببساطة جدا بلاقي دخاني على الواجهة او التطبيق بتاع هنا في المينيو بتاعت او في البداية بتاعت بلاقي في شوية ادوات هو بيتح بيتح حملية اللي انا جربهم بشكل مجاني. من ضمنهم الاداة اللي هي بتاعت سكريبت فيديو اللي هي موضوع حلقتنا النهاردة. فاول ما بعمل كليك على سكريبت فيديو بيدخلني عالطول. اللي بلاقي فيه هنا بقى مكان بكتي فيه او النص بتاعي اللي هيحولهولي الفيديو. لو انا طبعا اه مش معايا النص ده ممكن ااخده من برة. هنا كمان هو بيتحلي اللي هو ممكن يساعدني في كتابته. فزي ما احنا شايفين فيه علامة هنا زي كده. اه مساعد زكاة الصناعية للكتابة اللي انا دوست عليها. بيفتح لي ده اللي انا ممكن اكتب فيه هنا بقى اي كلمات افتتاحية او اي مصطلحات اللي هو يستخدمها لي في عمل يعني مسلا انا عايز اعمل عن المجموعة الشمسية اللي هي ببتري اكتب لي وماسيبها طبعا لو في انا عايز ابقى او محدد في نوع السكريبت اللي هيعملهولي. لو انا مسلا هتكلم عن حاجة خاصة او حاجة تكنية هدوس لو انا هتكلم عن عايز اعمل لي فيديو عن جيم هدوس على عايز اعمل لي فيديو مسلا تحفيزي هدوس على لكن انا بتاعي حاجة خاصة بالساينز فهسيبه وهدوس هو بقى بياخد الكلمتين اللي انا احددتهم له وهيبتري بقى يعمل لي للاسكريبت باستخدام خاصية اه يعني من غير ما اروح بقى ومش عارف ايه هو من هنا هو جواح حاجة زي في عمل للاسكريبت لانا كمان انا ممكن بقى ايه اه او بيديني تلاتة برومبت ممكن اناقي من منهم اختار الافضل لو انا في اي حتة عايز اعدلها بعلم عليها وبادوس على اللي هو بتاع الالم اللي هو الزكي ده وانا بقى بيقول لي مسلا ممكن اخلي القطعة دي اقصر ممكن ازود فيها كلمات اكتر اممكن اعيد كتابتها تاني زي ما انا حابب يعني مسلا انا دست على دي هيبتري يحاولي الى خساري بشكل مختصر اكتر او يقصر لي الكلمات اللي فيها. كده انا خلصت الاسكريبت انا جاهز اللي انا بتري اعمل فيديو. ولكن قبل ما بعمل الفيديو فيه كزا اوفشن تاني مفروض بحدده زي ما قاس الفيديو. مسلا هنا ما قاس الفيديو انا عايزه اه تسعة في ستاشر اللي هو الفيديوهات مثلا هي زي تيك توك وانستجرام ويوتيوب اللي هي بشار بشكل اكتر مع التطبيقات دي. ولا فيديو بالعرض زي اليوتيوب او فيديو وان تو وان. وبحدد كمان الصوت اللي هيتكلم في الفيديو وهيشرح لي الفيديو ده. هل هو صوت مثلا ميل اه زكر او انسة وممكن ابتدي بقى اسمع الاصوات دي عاملة ازاي لو انا حابب اه اختار الصوت المناسب للفيديو بتاعي. اه لا انا مسلا اختار الصوت ده. بعد ما بخلص اخترت معاس الفيديو والصوت. وعندي خلاص. هدوس على وهنا بقى بيقول انت عايز هو هيجيب لي الفيديوهات ويحطها لي جوه والصور وهيكون لي الفيديو من مع نفسه. ولا اللي انا بقى عندي شوية صور وفيديوهات عايز احطها له. اه وهو يكون لي الفيديو من خلالها. فانا هدوس اللي هو هيعمل لي الفيديو من اي او زي. وهيجيب لي بقى هوبها صور وفيديوهات اه من المكتبة بتاعته. ويعمل لي بيها الفيديو. فهيختار وهدوس جينريت. بياخد شوية وقت صغيرين جدا. وفي خلال ثواني بلاقي اعمالي الفيديو. بعد ما بيخلص بلاقي الفيديو ده تظهر لي بالشكل الفلاني. وبابتدي بقى اعمل له طبعا لو مش عاجبني ممكن ارجع تاني واجينريت اعدل في في الاسكريبت. واعمل لفيديو تاني غيره. لو انا طبعا هو بيتاح لي هنا لو انا عايز اعمله بممكن اعمل بشكل مباشر واقدر اعمل له لو انا حابب كمان اعدل في الفيديو بقدر ادوس على علامة اللي هي وبيبتاح لي بقى الشاشة بتاعت زي المونتاج بتاع الفيديو. وبقدر اعدل في اعدل في الاصوات اعدل في اي سور زي ما انا حابب. اه لو انا عايز ابدل صورة عايز ابدل مقطع معين في الفيديو. اه اغير صوت اغير نص معين. وكمان اعمل في الاخر. فهو مش مجرد بس او اعمل الفيديو. لا ده اداني كمان اداة ظريفة جدا لانا ممكن اقدر اعدل منها الفيديو قبل ما اعمل له او طبعا بعد ما اه كاب كوت بيعمل الفيديو بالزكاء الصناعي وبعدوس على اديت فيديو بيفتح لي بتاع كاب كوت بما ان هو فيديو منتاج او يعني ممكن بقى من خلاله اعدل الفيديو حتى اللي اتعامل بالزكاء الصناعي. وبيتح لي هنا بقى مجموعة مهولة من الادوات بما انه برنامج متميز في تعديل الفيديوهات. يعني مسلا انا عايز اغير بتاعة الفيديو. ممكن اغيرها. عايز اغير الحجم الخط اللي بيبان هنا على الفيديو. ممكن اغيره. ممكن اغير الفورمات بتاعه. ممكن اشيله خالص. ممكن بقى بتري اعدل في السور اللي موجودة في كل سين او كل مشهد. يعني مسلا مش عاجبني الصورة دي. ممكن اروح هنا على بتاع تحت ودور على اللي انا عايزه. وابتدي بقى ابدل الصورة دي او بفيديو او صورة تانية زي ما انا حبيب. يعني مسلا عاجبني الصورة دي. اعمل زي بس كده او بيبتدي غير للصورة زي ما احنا شايفين. فهنا بصراحة سهل وسهلس جدا. ممكن ابتدي بقى او اشوف الفيديو هيبقى عامل ازاي. ممكن ابتدي مسلا نسجل حتى صوتي. عايزة غير مقاس الفيديو بيقدر يخليني غير مقاس الفيديو من هنا. يعني مسلا ده فيديو معمول اه سكستين باي ناين فيديو عرضي بيبين فهيترفع لي تيوب زي ما احنا شايفين. عايزة اغيره حاجة بورتريه. اه تنفعل من تيك توك او الانستجرام. ببساطة جدا بادوس كده. خلاص بيغير لي مقاس الفيديو. ممكن بقى ابتدي اعدل فيه تاني اغير الحجم بتاع الكابشن. واعمل اي نوع تعديل زي ما انا حابب. بعد ما بخلص طبعا بيتح لي بقى اكسبورت اوبشن برضو قوي جدا من فوق هنا على يمين او انا دست اكسبورت. ممكن بقى اكسبورته للريفيو. ممكن اكسبورته كبرزنتيشن وممكن اشيره او بشكل مباشر على بتاعتي كسوشيال ميديا. تيك توك انستجرام يوتيوب شورت زي ما انا حابب او فيسبوك. ممكن كمان اعمل له ويتح لي هنا اللي انا نعمل بقى كمان لحد اللي هي الف تمانين. وقليل جدا ما انت تلاقي برامج هجانية تتحلك اللي انت فيديو بعد ما بتخلص بفول ولكن بيتحلك الظريف ده فقدر اكسبورته كفول اتش دي واقدر اعمله على الكمبيوتر بتاعي. طبعا حاجة زريفة جدا وبرنامج مهول. وهي فكرة الزكارة الصناعة حلوة اللي هي ممكن تساعدنا اللي احنا حتى ناخد بداية الفيديو او اعملي حاجة مبدئية وانا اعدل فيها وعمل final touch وبعد كده عمل لها اكسبورت. فيريد تجربوها وتقولولي ارائيو. له لف QR ب Lecture الرقبة ل quelquئ لاमت интерاؤلي الاي فصل البرناة احتمان الفيديو بداى النهاردة يكون عجابكوا وكل استفدتوا حاجة جدا. اشجري ا contra ار اون اعمل緊 سوافق قناة للأنها يجابنا لكو una جعلة الادى بالضبط ان الجانبولة ا Grace وارجاء الشير برضو لنشر المعلومة والعلم بإذن الله وهشوفكم في فيديو جديد مع أسام أو تعلم تكنولوجيا مع حمل أسام